بمشاركة 240 عداء من مختلف الأصناف والأجنس انطلقت اليوم بميدان سباق الخيل بالخروبة مجريات البطولة الجهوية للعدور في المدرسة المؤهلة للبطولة الوطنية التي ستحتضنها ولاية الجلفة في 17 من الشهر الجاري هذه المنافسة أولا تدخل في طرع برنامج الاتحادية الجزائرية للمدرسية وهذا الجزائر أول مرة تحتضن عن تنظيم البطولة الجهوية للعدور في هذا الشرف لنا المتنفسات والمتنفسون الذين قدموا من أربع ولاية في صورة تيزيوزو بمرداس لبويرا والجزائر العاصمة لقطع مسافات تروحت من 2100 متر و4200 متر حسب الأصناف لم يتوانوا هم الآخرين في إبداء سعادتهم بالمشاركة في هكذا بطولة الحكم من جهتهم أبوا إلا أن يقدموا تقييما أوليا للبطولة التي تبقى حسبهم وجها يعكس مستوى هذا الاختصاص في الجزائر لتبقى في الأخير مثل هكذا فعاليات وتظهرات تأكيد مباشر لصعي القائمين على هذا المجال لدعم الرياضة المدرسية ترجمة نانسي قنقر